دخلت اليونان على خط الأزمة الإقليمية التي أثارها الاتفاق الذي وقعته تركيا مؤخراً مع حكومة الوفاق الليبية اتفاق تل لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في اسطنبول وشمل تعاوناً أمنياً وبحرياً بين الدولتين الاتفاق الذي سبق ودانته مصر دفع الخارجية اليونانية لاستدعاء سفير الليبيا لديها لطلب معلومات عن مضمون الاتفاق في موعد أقصى الخامس من ديسمبر المقبل أو مواجهة الطرد من أراضيها ذات الطلب كررته أثناء مع السفير التركي الخطوة الليبية التركية زادت حدة التوتر القائم أصلاً بين أثناء وأنقرة وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس وعلى خلفية الاتفاق بين طرابلس وأنقرة يتوجه الأحد إلى القاهرة ليبحث مع نظيره المصري سامح شكري التطورات الأخيرة في هذا الصدد ورغم أن التعاون العسكرية بين ليبيا وتركيا ليس بالجديد فإن أثناء من جانبها ترف الاتفاق خطر انتهاك المناطق البحرية اليونانية واعتبرت الخارجية اليونانية بأنه سيكون انتهاكاً صارخاً للقانون البحري الدولي الاتفاق الذي أبرم بين طرابلس وأنقرة تجاهل دعوة كانت قد وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر المنصر والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر العملية العسكرية التركية في شمال سوريا حساسية العلاقة بين أثناء وأنقرة تبقى قائمة خاصة وأن تركيا تشكل بوابة دخول للاجئين إلى أراضيها وهي ورقة ضغط تقول اليونان إن تركيا تستخدمها لابتزاز أوروبا رفيدي ياسين الحدث